في القضايا المهمة لعل القنبلة التي انفجرت في ميدان الجلاء في الدقي سيطرت على اهتمام الكثيرين صحيح هي قنبلة بسيطة بدائية لكن الهدف منها واحداث هالة من الهلع والفزع وتخويف الناس من النزول للشارع لكن اللي بيحصل العكس هتشوفوا في بعض المشاهد التي ننفرد بها وحتشوفوا كمان انه لحظة القاء القبض على المتهم الذي قام بالقاء القنبلة هتشوفوا مشاهد لالقاء القبض عليه وايضا مشاهد لعملية الملاحقة والمطاردة لانه فريق الاعداد وفريق الفني لقناة دريم تمكن من تصوير بعض اللقطات التي ننفرد بها هتشوفوا ازاي لما يتم التعامل مع متهم البعض ممكن يخاف منه يقولك ده القى عبوة ناسفة او قنبلة وبالتالي يمكن ان يكون مسلحا لكن الناس لاحقته وطاردته خاصة سائق التاكسي اللي قام بملاحقته ونتيجة لذلك هتشوفوا تحطمت سيارته لكن شوفوا تعامل المصريين مع حوادث من هذا النوع في الكثير من دول العالم بتلاقي انه حالة يسموها كده يعني حالة الهروب اذا ما حدست مشاكل من هذا النوع كما نشاهد في كل دول العالم لكن مع المصريين يلاحقون الارهابي وتمكنوا من القبض عليه وحنشاهد لحظة القبض عليه وحنشاهد وجهه وهذه المشاهد ننفارد بها ترجمة نانسي قنقر وقام بحقا بني الشرطة بتعانوا ترجمة نانسي قنقر وقام بحق الناس حالة بحق المحقود فيها كنبيلة محمود فيها كنبيلة اللي عمل اللي هفتة داية. الرموت اهو. القرآن اللي قم عايق شخصا يا ربٌ يا مقطع للا يونف شجدة. يمين نب هامل اي بقى؟ يبينة هازه مواروه بس يا اخواننا معه واحد تاني اصبره معه واحد تاني اوزينه اشتركوا في القناة